الآن آن له أن يستريح زوجاً وأباً وجداً بصحبة رفيقة الدرب ومع أبنائه الثلاثة وأحفاده السبعة هو طبعاً كان الأخ الأكبر في العيلة ويعني بالطبيعة وهو شخصيته كده وعنده اهتمام بالناس اللي حواليه والتوازن فكان ليه دور مهم جداً وكان عنده قدرة أنه هو يعني يعمل علاقة متفردة مع كل شخص بحسب احتياجاته وبحسب الضور اللي هو بيتصور أو بيشوف أنه هو يقدر يأديه بالنسبة للشخص ده رغم مشغولياته ورغم يعني أنه كان وقته كله أساساً لشغله يعني يعني كان فيه زي دستور غير مكتوب في العيلة أنه العلاقات جوه البيت هي علاقات شخصية وإنسانية ومرتبطة بأب ابن إخوات وخلافه لكن أنا لا أتدخل فيه عمل سوزيكل خالص أو أراءه أو ممكن نتناقش في حاجات بس في النهاية بصفته هو شخصية عامة لكن عمره ما كان فيه التدخل من ممكن يديك رأيه بس ما هواش والرأي حتى مساعات بيقوله هيحطها بطريقة يعني ما تبقاش فيها أي إحساس أنه إملاء لهذا الرأي ففي الحاجات دي أساسيكل كانوش بيدخل خالص في الحياة الشخصية لينا ما كانش خالص لما جالي السرطان هو كان عايش في الفترة دي هات في برقاش فأخوي الكبير وهو طبيب الدكتور علي قال لي لازم تروح تبلغ والدك بصورة شخصية فطلعت له وقلت له قلت له قلت له قلت له أنا جالي سرطان أنا قلت الكلمة دي من هنا ولو ولد صغير بيعيط لا تتخيل حد بيعيط 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 مش حد بيدمع لا حد بيعيط فدي قصة برضو تتوارديك دي هو الولاد بالنسباله دكتور علي وأنا وحسن ومراتاتنا وأولادنا بالنسباله ده أهم حاجة في الدنيا اشتركوا في القناة